المجاملة هي فن الثناء الراقي وهي هدية حلوة بتقدمها للشخص اللي قدامك لكن في لباقة في قبول المجاملات ففيه أربع نقط لازم تتجنبها وانت بترد على المجامل أول حاجة بدل ما تقلل من المجاملة قول للشخص شكرا وقال إيه انت مبسطت بالمجاملة دي يعني مثلا لو حد قالك ان التقم اللي انت لابسه ده جميل ما تقولش انه ده قديم ومش على الموضة لعكس قوله شكرا لمجاملتك تاني حاجة بدل ما ترفض المجاملة قول شكرا وقدي إيه هي بتعني لك يعني لو حد مثلا قدر شغلك ما تقولوش أنا بعمل وقبي وده شغلي وخلاص بالعكس أشكره وعبر له عن انبساطك بالمجاملة بدل ما تنقض نفسك في المجاملة المتقدمي لك بالعكس أشكر الشخص وبين له قد إيه ان المجاملة دي كانت مهمة بالنسبلك ورفعت معناوياتك يعني مثلا لو انت عملت أكل حلو وحد شقرك عليه وقالك على جمال الأكل ده ما تقوليش أنا دايما طبيخي مش حلو دي مرة وعدت انت ما شفتش أنا غلطت كم مرة قبل كده بالعكس أشكريه على ملاحظته وعلى تقديره لأكلك وما تردش المجاملة بمجاملة بالعكس لو حد قالك مظهرك حلو النهاردة قل له شكرا وممكن بعد شوية من الوقت تبدأ تجمله على مظهره ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر